قام حاكم إقليم والداء يوم أمس محمد بشير أكرومي بزيارة تفقدية لمشروع بناء الفندق الكبير لمدينة أبشة برفقة مع المساعدية الحاكم ومسؤولية الشركة المنفذة للمشروع تقرير عبد الله هارون برمح قام حاكم إقليم والداء محمد بشير أكرومي برفقة كبار معاونيه بزيارة إلى مشروع فندق ثلاثة نجوم المنفذ من قبل الشركة البناء وتحدف هذه الزيارة على كيفية سير العمل وأكد مدير شركة البناء المنفذة للمشروع علي النظيف قد تم إنجازه 76% من عمال البناء رغم هذا التأخير الذي هدث بسبب الأزمة الاقتصادية حيث طمعن الهاكم بأن المشروع سيتم استلامه بعد ثلاثة أشهر القادمة من جانبه حاكم إقليم والداء محمد بشير أكرومي أشاد بجهود الشركة على هذا الإنجاز من فترة بناء الفندق وقد شكر فقامت رئيس الجمهورية دريس دي بيتنو على هذا التقدم والازدهار الذي تشهده المنطقة تجدر الإشارة إلى أن فندق ثلاثة نجوم يحتوي صالة للاجتماعات وقاعة للمهاضرات وإثنان وسبعين غرفة وحوض للسباحة وصالتين جناح إداري ترجمة نانسي قنقر